انا محمد يهاب ازايكم هنشرح ال-ARP System ARP هو نظام هيربطلك بين إدارات مختلفة زي المخازن، موارد البشرية، الحسابات، التسوية والهدف منه انه يساعدك على التوازن بين الأقسام علشان ما تخصرش أي عميل يعني مثال علشان تسوى صح لازم تعرف السوق محتاج إنتاجية قد إيه وإيه الموارد اللي تحتاجها وإزاي تحسب أقل تكلفة وأفضل عرض السعر بين مواردين كل ده بتوفر لك من خلال ARP من برامج واللي من ضمنها برنامج دارة المخازن اللي هيخليك تقدر تعمل الجرد بسهولة وبيكون واضح قدامك كمية الانتاج كمية التالف اللي دخل المخزن كان قد إيه اللي خرج للسوق كان قد إيه ولو فيه مرتجعة اتبقى كان في المخزن بكده تقدر تتجنب أخطاء العامل البشر وتعرف إمتى المخزن حيبطى علشان تعمل طلبياتك وتنتج قبلها بفترة ده غير برنامج الموارد البشرية هتقدر تتابع موظفين وإنتاجاتهم وموعد الحضور والانصراف لكل عامل أو موظف ومن هنا تقدر تتحكم في الحوافز الملتزم وتخسم للي بيتأخر في شغله ايه هي أنواع الـ ERP؟ فيه أكتر من نظام زي SCP, Oracle, Inform, Microsoft لكن أبرزهم SCP لأنه بيشتغل عند 90% من أعلى 500 شركة في العالم وده لأنه قدر يواجه التحديات اللي قابلت ERP في التنظيم فقدر يبسط عامات التجارية خاصة بين البلدان والفروع المختلفة بين الشركات والربط بين الإدارات SCP عندها أكتر من منتج علشان تغطي أي عمل تجاري واللي من أهمها S4HANA واللي تم إطلاقه سنة 2015 أهم ما يميز S4HANA SCP هو ذاكرته بيتم تشغيله في الزاكرة مع البيانات المخزنة في الأعمدة وده بيسمح بإجراء التحليلات أسرع وفي وقتها أقل وفيه منتجات تانية من SCP زي هيبرس SCP وده بيوفر لك الأدوات إدارة العلاقات مع العملاء ودعمهم خاصة لو عندك قاعدة عملاء كبيرة وفيه منتج تاني اسمه Success Factor وده بيسهل إدارة المورد البشرية وفيه كمان قريبة SCP وده خاص بالممردين وبيساعد على الاتفاق بين المورد والمشتري ده غير System Linerdo بيساعد على التكامل بين الماكينات الموجودة في المصنع ونظام ERP وبكده SCP قدرت تخدم مختلف الأعمال طب إيه هي الأسباب اللي ممكن تخلي ال ERP يفشل؟ ده اللي حنعرفه معاه محمد أشرف ودلوقتي زي معرفنا ال ERP System بيتكون من ثلاث أطراف وهم الأونرز، بارتنرز، يوزرز ومهمة قوي إن لو فيه طرف فيهم عنده مشكلة إن نعرف إيه هي المشكلة دي وأحاول عالجها ومن المشاكل دي عدم تحديد متطلبات الأقسام وإيه هدف كل قسم وإيه المطلوب منه وده هيؤدي إن أخطار System مش مناسب لإحتياجات الشركة وده هيؤدي في النهاية لفشل نظام ERP والحل إن يحدد متطلبات وأهداف كل قسم بدقة عشان أقدر أختار ال ERP System المناسب لشركتي ولو طبقنا الخطوة اللي فاتت وعرفنا نختار السيستم المناسب لكن اختارنا بارتنر مش مناسب أو مش عارف يتعامل مع النظام اللي اخترناه للشركة ده يتسبب إن السيستم هيتطبق بطريقة غلط وده هيؤدي لفشل نظام ERP وعشان كده لازم أختار ال بارتنرز بتوعي كويس قوي وتأكد إنهم يقدروا يتعامل مع السيستم اللي اخترناه للشركة بطريقة صحيحة وطبعا الأونر والتوب مانجمنت لازم يكونوا عارفين إزاي ال ERP System بيشتغل وإزاي يقدروا يتعاملوا معاه لإنهم هيستفادوا جدا لو استخدموا النظام ده صح وده هينعكس إيجابيا على قراراتهم أما بقى اليوزرز أو الموظفين اللي هيستخدموا ال ERP System لازم يكونوا مهيئين إنهم يتعاملوا مع نظام متقدم زي ده يعني ما ينفعش الشركة تشتري نظام ERP بتكلفة عالية جدا ويكون الموظفين اللي عندهم أعمارهم كبيرة أو مش بيعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوتر بطريقة مناسبة وسريعة وعشان كده لازم الشركة توفر كورسات وتدريب عملي على النظام قبل ما تشتريه عشان تتأكد إن الموظفين اللي عندهم يقدروا يتعاملوا مع النظام بطريقة صحيحة وفعالة وده في الآخر هيؤدي لنجاح النظام